من جديد أهلا بحضراتكم ومشاهدين الكرام لم يعدور المرأة المصرية قاصر على المنزل فقط الحقيقة أنه استطاعت سيدات نصر إثبات جدارتهن في تقلدهن المناصب المختلفة ليخضونا التجارب المختلفة ويصبحنا قدوة ونموذج صالح يحتذى به على سبيل المثال تم تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية كلنا طبعا بنفخر بهذا العدد تقلدت المرأة مناصب كانت مقتصرة على رجال فقط أصبحت وزيرة نائبة محافظة ومحافظة طبعا أو سيدة في طاية المحافظة يعني كما يقال كما أن نساء المعيلات يشكلنا نحو ثلث السكان بالتالي فلن ننكر دور الدولة في دعم المرأة وتقديم كل برامج الحماية لها والحقيقة أنه زي ما ذكرت بحضراتكم في بداية الحلقة أنه السيدات أو المرأة المعيلة بتختلف بمستوى تعليمي بربما الأسرة أو أعداد الأسرة بتختلف أيضا بمهارتها اللي ممكن دولة توفر لها أو هي حتى يكون لها مكان في سوق العمل كل دا وأكتر اسمحوا لي أنه راح بضفتي الكريمة في السيد دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك يا حلوتي وأهلا بكل أستاذ المشاهدين لو تسمحي لي دكتور قبل ما نبتزي حديث نوح نتابع هذا التقرير ونعود مرة أخرى تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن النساء المعيلات يشكل نحو ثلث السكان وهو ما حذي بالدولة للانحياز إلى النساء حيث أصبحت قضية المرأة المعيلة ومشكلاتها من القضايا الشائكة وأوضحت نتائج تعداد مصر 2017 أن عدد الأسر التي تقوم المرأة بإعالتها ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف أسر بما يعادل ثلاثين بالمئة من الأسر لذلك تزايد إجمالي القرود التي ضختها الحكومة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسيدات خلال الأربع سنوات الأخيرة ليرتفع إلى مئة وثمانية عشر ألف مشروع خلال عام 2018 وفيما يتعلق بجهود المجلس القومي للمرأة فقد قام بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات نحو أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مستفيدة في آخر ثلاث سنوات وذلك من خلال عدد من البرامج تشمل الادخار والإقراض ومشروع منتج واحد قرية واحدة إلى جانبي برنامج التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمصرية فضلا عن برنامج الشمول المالي للمرأة وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات من جهتها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على العديد من الملفات بعام 2020 منها الاستمرار في تنفيذ مبادرة سكن كريم ودعم المرأة المعيلة والتوسع ببرنامج الدعم النقدية تكافل وكرامة دكتورة خليني أسأل حضرتك قبل نتكلم عن المرأة المعيلة بشكل خاص إيه أبرز التحديات اللي وجهت المرأة المصرية خلال الفترة اللي فاتت وتحركات الدولة تجاه هذه التحديات صراحة الفترة اللي فاتت دي كان عندنا تحديات كتير جدا أولا أن المرأة المصرية زي ما هي بتتقلد مناصب وزي ما هي بيسند إليها مهام كثيرة وزي ما هي مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات وإصدار التشريعات والقوانين المرأة أيضا في بيتها وفي مجالها وفي وسط أولادها هي مسؤولة مسؤولية مباشرة على أنها تثبت لأولادها وتضرب أكبر نموذج أنها سيدة قادرة على إدارة هذه الدفة وأنها تنقل فكر التعليم وفكر التمكين الاقتصادي لجميع أفراد الأسرة المرأة بتمر بمحاور صعبة جدا أولها محاور أن هي ممكن تتعرض أنها تبقى مرأة زي ما قلت معيلة مرأة معينة يعني فقدة للزوج أو فقدة للشخص اللي يعينها على أنها تدير محفظة حياتها فهي بتواجهها أول تحدي أنها تبقى سيدة قادرة على إدارة محافظ خاصة بيها وأنها قادرة على إدارة حياتها والاستعانة بما تملكوا من قدرات ومعارف وتكتسب أجدًا عدد من القدرات والمعارف علشان تقدر تواجهتها كانت الوزارة عندنا معالي الوزيرة غدوالي ومعالي الوزيرة دكتورة نفين قبال كانوا قائمين على أكبر مشروع بالنسبة للدول المشروع ده كان التبكيل الاقتصادي من خلال النقد المباشر استفادت به حوالي 2 مليون سيدة 2 مليون سيدة وراهم حوالي 30 ألف فرد 33 مليون فرد لأن الأسرة متوسط الأفراد فيها من 4 إلى 5 أبناء الدعم النقدي ده المشروع كان بيقوم على 3 أطلع أولاً أني أمكن المرأة اقتصادياً وأن هي يكون عندها دخل مالي بكريدت مسؤولة هي عنه ومش حد بيدهولها هي بتروح تسحب مقدراتها بنفسها ما فيش حد بيبقى مسؤول على فيه فده بيديها إحساس عالي بذاتها قدرتها على التفعيل إيجاد وضع مجتمعي جيد حتى في حالة وجود الزوج أو العائل الغير قادر على الصرف لأن إحنا استهدفنا الأسر المهمشة والأكثر ضعفاً اللي هي بتفقد رزء سابت بتفقد موارد مالية سابتة أو العائل بيكون مريض أو تعبال عندنا نسبة دكتور لهؤلاء السيدات اللي بيعيلوا أسر لأنه في نسبة أخيرة كانت اللي هي الثلطة اللي احنا نكلم عليها لأو 30% من سيدات مصر عندنا نسبة جديدة للنساء المعائلات لا على حد علمي لا بس هي النسبة دي احنا شغالين عليها وعلنا زي ما قلت لحضرتك عدد السيدات اللي بتستفيد من البرنامج علنا عدة برامج أيضاً موجودة يعني احنا عايزين الفترة الجاية البرنامج بتاع تكافل يبقى داعم ويبقى فيه وظائف منتشرة معالي الوزيرة فيه برنامج فرصة احنا شغالين عليه وده عايزين نعمل فيه نقل محوري للأسر إن هي بدل ما تبقى مستجدية إن هي تبقى قادرة على الإنتاج والتفعيل من خلال الأسر ده للأسر بشكل عام للأسر ومنها أسر تكافل الأسر اللي في حيز العمل القادرة على الإنتاج القادرة على إنها تبقى في سوق العمل سواء من اكتساب مهنة أو من إنها تلحق بإحدى الوظائف الموجودة وده من خلال باستمرار بنعرض هذه الوظائف ونستهدم هذه الفئات عشان نعمل لها تحويل إنتاجي أكتر منه إنها تستجد طب حب أسأل حضرتك في إطار البرامج اللي حضرتكم بتضعوها للأسر أو لي السيدات مين اللي بيبقى عنده فرصة أكبر في إنه يتوفر لديه فرصة عمل أو يعني هل بتستهدفوا المتعلمين في المقام الأول أو دل يكون أسهل بالنسبة لهم كل الفئات ففيش حاجة اسمها أسهل وأصعب المجتمع بيحتاج كل الفئات العاملة سواء كانت عاملة لإنها تحمل نوع من أنواع العلم أو الثقافة أو سواء كانت بتدير مهن أو سواء إذا كانت بتدير خدمات مباشرة أو غير مباشرة طب السيدات مثلا عندهم بنسبة أمية حضرتكم والمعائلات حضرتكم أولا إحنا يعني من ضمن مناهجنا إن كل السيدة تحصل على مشروع لأن إحنا عندنا مشروعات برضو المرأة الريفية مشروعات الأسر المنتجة مشروعات مرتبطة بالتكوين المهني عندنا بقى سلسلة من المشروعات اللي تخليك مستهدفة كل فئات المجتمع سواء كانت ناس أو سواء كانت ذكور أو سواء كانت الفئات الأكثر اللي هي عايز أقول زوية احتياجات خاصة أو المبدعة لأن دول إحنا عمل لهم إجراءات كبيرة جدا في برامج في قوانين صدرت لزوية احتياجات الخاصة في برامج خاصة شغالة بيهم في كارت الخدمات المتكملة اللي هي توفر الفترة الجاية بصورة أوقع لكل الحالات ومعنى الوزيرة بتسعى لهذا عندنا إن إحنا بنعمل لهم في بطاقة الخدمات المتكملة دي منظومة صحية ومنظومة رعائية بطريقة معينة إنها يحصل بها على خدمتها توفير نسبة الخمسة في المئة من التعينات اللي قادرين على العمل لهم وبنسعى إن يبقى ليهم فرص أكبر وأربح من هذا يعني عندنا في مراكز التأهيل والأطراف الصناعية موجودة بشكل قوي وفي حاجات تم إنشاءها في جنوب الصعيد بتعمل أطراف صناعية عالية الجودة وممتازة جدا حالك ممكن تكلمين عن برنامج مصطورة برنامج مصطورة ده برنامج مرتبط ببنك الناصر الاجتماعي ما اشترت فيه إن هي تكون سيدة قيمة المشروعات فيه بتوصل لـ 25 ألف جنيه دي قروض دي قروض آه لمشروعات بيتم دراستها وبتمنح السيدة هذا القرد علشان تبدأ بيه لبنة مشروع ممكن تبقى ما فيه شروط هي بس تتوجه للبنك وتعرض دراسة جدوى جيدة لمشروع قابل للتسويق وهي عندها بعض الإجراءات أو بتتضرب على بعض الحاجات عشان تدير محفظة مالية وما تحصلش لها تعصر أو تبقى مش قادرة تنفذ المحفظة بتاعتها حضراتكم بتوفروا التدريب ده ولا؟ لا بنوفره بنوفره حتى لو جات عميلة ما عندهاش قدرة ده طبعا تبع بنك الناصر وتبع بنك الناصر تبع معالي الوزير يعني تبع إشراف معالي الوزيرة من المقدرات بتاعت الوزارة لتوفير مساحة أمينة للاستثمار الجيد سواء في البشر أو في الادخار الخاص بالمشروعات أو في دعم المشروعات الخاصة بوزارة التدام اللي هي خاصة بالأفراد يعني قرد مصصورة متوفر بتروح لأي فرع من المنطل الوصول الاجتماعي بتطلب منه الدعم أو المشورة بيدوها الدعم أو المشورة أو لو هي عندها دراسة جد وجيدة احنا عندنا مشروعات برضو متنهية الصغر عندنا حاجة مرتبطة بالتعليم اللي هو السرب من التعليم اللي هي برامج الخاصة بأمهات المدارس دي بتشتغل على الأطفال المتسربين من المدارس بنتدي الأم اللي ابنها في المدرسة المجتمعية قرد علشان تقدر تفتح مشروع وتحافظ على وجود ابنها في المدرسة وعندنا كان برنامج الألف يوم اللي بيدي تغذية مباشرة الأمهات عندكم برامج كتير جدا متعلقة بالأسرة والمرأة وبعندنا نكلم النهاردة عن المرأة في سيدات ممكن يكونوا مش عارفين بداية منين يا دكتور البداية من الوحدة الاجتماعية احنا عندنا وحدة المجتمعية منتشرة في جميع الحاجة المرأة وفيه الدارة الاجتماعية وفيه المدرية أقرب حاجة لها تروحها هم هيعيدوا توجيهها وهيبتدي يتعاملوا معاها على احتياجها لو هي شخص مش قادر يعمل هتربط فيه برنامج تكافل لو هي شخص مسن أو عاجز هتربط فيه برنامج كرامة لو هي شخص قادر على العمل عندها فرصة لو هي شخص قادر على العمل عندها مشروعات المرأة الريفية عندها مشروعات الأسر المنتجة وهكذا هل في برامج تانية مخصصة للمرأة المعيلة ولا حضراتكم بتقسموها بشكل آخر هي مش حكاية كده احنا بنستهدف كل مرأة أيا كان نوعها معيلة أو غير معيلة بنقويها وبنديها البرنامج المناسب لظروفها يطلع البرنامج ده بقى تبع تكافل تبع كرامة تبع فرصة تبع مستورة فيه بنهتم كمان بالمحافظة الخاصة بالتوعية عندنا برنامج وعي بيستهدف 12 منظومة بنشتغل عليها منها عندنا وحدات برضو اتنين كفاية بتتعامل مع المرأة اتنين كفاية دي بتقول للمرأة حفظي على نفسك حفظي على كان أسرة صغيرة تقدر تخدميها تقدر تقدميها وانت بصحة جيدة كل البرامج دي بتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 25% من المواقع الحكومية 8 وزيرات 15% من مقاعد البرلمانية في مجلس النواب قد ايه قدرت المرأة تستفيد من هذه المناصب دكتور أبراليك؟ والله احنا بنطمح لما هو أزيب أكيد كلنا حياة طبعلي يعني احنا صعدة جدا بما حققناه وصعدة ان القيادة السياسية مقتنعة بالدور المحوري للمرأة في المجتمع المصري وناها قادرة على التفعيل وانها قادرة على انها تبقى في نصب الحدث نفسه وتبقى مشرعة وتبقى قاضية وتبقى وكريت نيابة وتبقى محافظ ده إنجاز احنا بنشرف به وبنحب دايما نكون صورة مشرفة للمرأة المصرية المرأة المصرية في اي مكان بتحصل دايما على دعم من حولها لأنها صادقة وناجحة ونسبة دايما تلاقي التلوس الخاصة بالفساد الإداري قليل جدا بكل الإحصائيات على المرأة أكثر منه للمناصب الزكورية لأنها دايما بتحافظ على مظهرها وسمعتها وده بيرتبط بأداءها وطريقة عملها وإزاي تصيغ شغلها لما يبقى فيه تحدي كمان بتاع أنه سيدة وإن إحنا للأسف يعني كنا في فترة أو مش كنا في فترة إحنا لسه بنطلب الأكثر يعني حقيقي إنه سيدة وإنه هي جات في منصب مختلف أو منصب هام أو منصب كان بيتقلده رجال فقط فإلى أي مدى ده بيضع أنه عليها عاطق التحدي لإثبات بذاتها خليني أسأل حضرتك نقطة تانية شايفت زي الخمس سنين اللي فاتوا وإلى أي مدى أو حصل أي تغير في دور المرأة المصرية؟ لا طبعا المرأة أكثر وعيا أكثر إدراقا أكثر حسا بالمسؤولية أكثر حرصا على النجاح أكثر حرصا على أنها تقدم نفسها بصورة طليق بيها المرأة المصرية مرأة ذات قوة وذات عزم السيدات التي تقلدنا لعديد من المناصب ونصب إليهن العديد من المهام أثبتنا بجدارة نجحة عندنا مثال جيد معالي الوزير غدوالي وهي بتتقلد منصب رفيع دولي ده بنشرف به عندنا المعالي لدكتورة نيفين القباج وهي كانت شريكة مع دكتورة غلوالي في حجم النجاحات ومحافظة الخاصة بتكافل وبكرامة والتأهيل وإصدار القانون والتشريع بتاع الزوء الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وبتكمل وبتكمل بصورة قوية جدا وعينها على المرأة وعينها على المجتمع كله هي أم المصريين يعني نأمل فيها خير يا رب عمالية ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز رأيي حريكاً فيه اهتمام بهذه المسألة من الدولة؟ إتاحة الفرص للمرأة جنب الرجل ده كان أكبر تعبير عن إن فيه إتاحة فرص وإن فيه مساواة ما بين اتنين بدليل إن هي وهو لما بنيه مثلاً في التقديم في أي شغل بيبقى الحد المماثل في بعض المهام حجم القدرات والمعارف والعلوم وصياغة المواقف للمرأة فلما بتنجح في ده بتبقى منافس قوي للرجل يمكن حداتك ذكرتي البرامج الخاصة بالمرأة أو بالأسرة بشكل عام ولكن دايماً يقال طب إيه الفرقات بين البرامج فيه اللي بتعلق بقروض وفيه اللي بتعلق بتوفير فرص عمل وحجم المستفيدين تقريباً من السيدات يا دكتور أنا عارفاً دي نسبة ممكن تبقى كبيرة أو صعبة بصي مشروع مستورة كله للسيدات مشروع فرصة لكل البشر مشروع المرأة الرفية للسيدات وفيه عندي مشروع فئنا بيقوم على 10% للرجال ودي مشروعات ممتازة جداً عندي الأسر المنتجة نساء ورجال مستهدفة الاتنين عندي التكوين مستهدف الرجال أكثر من النساء لأنها مرتبطة بمراكز تكوين مهني فبتعلم حرفة وبتعلم صنعة وبتخرج قوة نوم ومساس سقيل ومهن سقيلة كل ده بيقول أن المجتمع عندنا في وزارة التضامن بيستهدف كل مواطن لي عندها خدمة أو لي عندها احتياج أو بيسعى لأنه يبقى صاحب مهنة أو صاحب حرفة فإحنا بندر وبنوفر فرص وبنعمل تبادل بين الفرص المتاحة في الشراكات الخاصة بالشركات والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وبين الشباب عندنا لسه معالي الوزيرة فتحة فيه كان بورتوكول بينا وبين كينتاكي وفيه فرع لزول الأحتياجات الخاصة الصم وبوكب وكانت شيء رائع الفرع بالكامل ليهم وأنا سعيدة بالتجربة دي لأنهم أهموا معنا جامد في خلال ثلاث شهور وطبعا دي بصمات رائعة يعني لكل اللي شغال في المكان فيه فكر جديد فيه أفكار جديدة فيه خروج برا الصندوق فيه التعامل مع احتياجات الجمهور بجد فيه جودة في العمل فيه تطوير جامد لكل البنية التحتية سواء الوحدات سواء المؤسسات سواء دور الرعاية فيه ابتكار في كل شيء عشان ننهض بالمواطن لأن احنا وزارة التضامن هي الوزارة التي تواجه احتياجات كل المهمشين وكل الضعفة مبادرة حياة كريمة مبادرة دكتور تم القاء عليها الضوء والحياة هي مبادرة همة جدا وصفت فيها الفين هي شراكة ما بيننا وما بين المجتمع المدني نعم بتمويل كبير بيننا وبين برضو المجتمع المدني فيه شراكات كثيرة موجودة فيها الهدف منها بس 80% منها من موازنة الدولة ومن وزارة التضامن بتقوم على رفع كفاءة المنازل للمنازل المتصدعة والأسقف المتهوية وبينقصد فيها السدات وبينقصد فيها الرجال كل ما هو ضعيف كل ما هو ضعيف بننزل نعمل جلسات بؤرية في مناطق معينة خاصة في صعيد مصر والأماكن اللي بتوفرش فيها فرص عامل متوفرة يعني فيها عندنا بلاد اللي تلاقي فيها سياحة ولا صناعة ولا زراعة أو نسبة الزراعة فيها ضعيفة جدا فبيبقى المفروض التدخل فيها قوي جدا وكان عندنا عشر محافظات الأكثر فقرا ودول اللي اشتغلنا فيهم في الأول خالص الوزارة وكان فيها نجاحات كبير واحتوانة كثير من المجتمع وحصل فيه فعلا نهضة لحركة العمل وحركة إن المواطن حسن فيه حد معاه يعني ما يطربت 2 مليون مواطن مواطنة يستفيد منها 30 مليون فرد فأقل من ثلاثين ونص ده إنجاز ما بعده إنجاز يعني ضلنا في محافظ الضمان عديد من السنوات عديد من السنوات كان كل المربوط مليون ونص أو مليون تقريبا عشان ما بقاش أخفقت في الرقم يعني فده إنجاز وإحساس بالمواطن وصول دعمه مباشر لي يعني أتمنى نستمر وأتمنى لكل قيادات الوزارة التوفيق وكل العاملين بالدولة الحقيقة أن الدولة دكتورة يعني كان فيه مبادرات كثيرة قامت بيها لصالح المرأة المصرية من أهمها وأبرزها الكشف المبكر وصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان التدي وغيرها من الأمراض وقدي إيه كان فيه إقبال ووعي لدى المرأة بهذه المبادرة رأي حضرتك فيها أقولك الحاجة أنا مهما أعمل ومهما أقول غير لما السيدة تروح وقول لها إحنا مهتمين بيك وهنعمل للكشف ده التصال مباشر بالمواطن التصال مباشر لكل النقط اللي هو بيحتاجها لما أهتم بالمرأة بكل ما هي فيه وأخاف عليها تكون يعني أكتشفها في المراحل الأولى أو لو اكتشفتها أبتدي أخضعها للعلاج يعني دي طبطبة جامدة قوي وإحساس مباشر ومش بتكلم بقى ولا بقول أنا هعمل لا روحي وتلقي الخدمة وخدمة مباشرة ومجانية صحة المرأة هي مبادرة رائعة جدا أتمنى توصل لكل المواطنين مش للمرأة بس إحنا بنأمل أن الفترة الجاي يكون أفضل ويكون أحسن ويكون فعلا عنا على المواطن بكل احتياجاته وتتكتف كل الجهود وكل الوزرات علشان المواطن المصري يسعد أن مواطن مصري على أرض مصر يحس بالمواطنة ويتنفسها ويبقى سعيد بيها وكمان يفتخر بيها محتاجين شغل كتير راضيين لسه ما حصلناش الرضا ولسه ما حسناش إن المواطن وصل معنا للرضا كل أملنا أن إحنا نرضي المواطن نرضي المهمشين والضعفاء والأكثر ضعفا ونوصل لهم ونقدم لهم كل خدمة هما يحتاجون أنا حابة نحررتك كلمة أخيرة للمرأة المصرية بشكل عام والمعيلة بشكل خاص والبداية برضي دكتور دايما بأكد على ده لأنه دايما الحقيقة من خلال لقاءتي بنلمس فكرة إنه فيه برامج كثيرة لدى الدولة المصرية ولكن المستفيدين هنا هما الأهم أولا إحنا عندنا الوحدة الاجتماعية هي نقطة التواصل مع أي فرض في المجتمع وبتنقله كل الخدمات اللي هو محتاجة ديني مرة واحد سواء كانت خدمات تكافل كرامة يروح الوحدة وهي هتصنفه ما رحش الوحدة يروح الإدارة ما رحش الإدارة يروح المدرية هي هتوجهه كويس جدا وهتقوله يعمل إيه بالزبط دي أول نقطة التلاقي وإحنا كمجتمع عندنا وحدات كتيرة جدا أو كوزارة عندنا وحدات كتيرة جدا منتشرة في كل ربوع الجمهورية أما بالنسبة رسالة للمرأة المصرية المرأة المعيلة أنت قوية وجميلة وعطاقة وجدعة حاولي تكوني قادرة على امتهان مهنة أو تمسكي وظيفة لأن اللي جاي للي بيمتلك حاجة امتلك مهنة امتلك وظيفة إحنا محتاجينك تشتغل ومحتاجين ولادك يشتغل ومحتاجين البيت عندك يشتغل عمرنا ما هنطلع لو قدام غير إذا كنا بنشتغل لازم نشتغل عشان المجتمع يعترف بينا وعشان بيوتنا تبقى أفضل وأحسن لأن دي الحاجة الضمانة الوحيدة لك أن أنت تبقى قادرة على العمل بدم قادرة على العمل امتهني مهنة أو اشتغلي شغلة أنت بيش ضعيفة أنت شخص قوي وكل المرأة مصرية بجد فيها عزم مش موجود في أي حتة حقيقي طب خطة 20-20 يا دكتور 20-30 20-30 المحاور شغلة بالخطوط العريضة على أن نرفع مستوى العمل ننتهي من حالة العواز نمثل لكل المشروعات الخاصة بالمواطن المصري في خطوط عريضة كتير موجودة تفصيلاتها أكثر تشعوبا شغالين في كل المحاور ومع كل الإدارات شغالين في تواصل مشاركات مع كل الوزارات وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة وهي شريك أساسي في ملف التأهيل وعلشان الكارت أو البطاقة بتاعة المعاقين دي تصدر كل الوزارات دي وزارة الصحة وزارة التعليم كل دول شرقاء أساسيين وليهم نفس الباعة والمسؤولية معانا في البطاقة الخاصة بزوي الاحتياجات الخاصة بطاقة الخدمات المتكاملة وشركاء معي في برنامج تكافل وكرامة اللي بيهدف أنه يرفع تردد الأسرة على الصحة المرأة بأقل حاجة ثلاث مرات في السنة والتعليم أن الطفل اللي بيتاخد أمه أو أبوه اللي احنا عندنا حوالي 11% من المستفيدي التكافل من الرجال المحتاجين اللي هما بيعولوا أبناءه في احتياج دول لازم ابنه يحصل على 80% حضوره في المدرسة والمدرسة بتخترنا بحضور الابن عشان يستمر معنا في صرف مستحقاته من تكافل أو من قرامة أخيرا مشكورك شكرا جزيلا دكتورا على وجود حضرتك معنا في الوقت متأخر جدا دكتورا شكرا لك وأنا فصل عزوريني حلوة قوي شكرا لك دكتورا منه الحنفي رئيس الإدارة المركزية اللي رعاية الاجتماعية بوزارة التضامة شكرا لك حبيبتي شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا على حص المتابعة إلى اللقاء